يعني أنت كنت ضحية الذين كانوا يريدون منصبك والله أنا في الحقيقة هذا يعني شي صحيح المشكلة الكاملة منصب هذاك لكن هنقول لك في 2019 كان فيه مؤمرة كبيرة من طرف مسؤولين جاء الوزير أنا داك دار عشافي في ريستون دي غولف وارد قارو أصال الاتحاديات وقال لهم هذا المصطفى بالراف لازم يروح لأنه في أعلى مستوى تعدوا لارم حيح ما يحبوهش قال لك لازم يروح قلت أنا شمعت المكتب التنفيذي في الليل وقلت لهم يا جمعة ناره أني مريد ولازم نحبسوا هاد التنقودات وكذا المشاكل وكذا هذا ممثل دولة يقول لازم بالراف يروح أنا نروح شوفوا واحد فيكم نديروه نرشحوه ونشوفوا كيفاش بالفوت نجيبوه رايس وخلاص نجمع منهم تقريب غريب كلهم رأم في المكتب التنفيذي ومنهم اللي داروا هاد المؤامرة قالوا لي لا لا لازم تكمل حتى وعهده وحده ما يشوف هاد العهده وخلاص وكذا نطقت لأخت ابو المرقى نحييها بالمناسبة قالت يوتي هاده ما ايش خدمة وكذا والتدخل هاده الحكومي ما غير مقبول وكذا نأجله الانتخابات قلت لها أنا قلت لها الانتخابات تندر اللي يربح يربح واللي يخسر خسر اللي يربح في الصندوق يقعد في المهمتها واللي يخسر في الصندوق يروح لدارهم وانا منهم